أهلاً بحضراتكم من جديد هنخش على الحلقة ونخش على تفاصيل ناس كتير جداً ما تعرفهاش عن سيف وليه أنا قلت في الإنترو إن سيف من أحد أبرز طبعاً كل نجومنا اللي فاسوا بماديليات في توكيو طبعاً أكيد نجوم ولكن سيف بالأخص مر بصعاب كبيرة جداً هورها لكم ونقول لكم الصعاب دي كانت إيه وإزاي راح على ماديليا أهلاً بيك يا سيف أهلاً بحرورتك وألف مليون مبروك طبعاً على المديليا البروزية اللي حققتها طبعاً في توكيو 2020 شكراً طب سيف الأول أنا عايز أسألك سؤال يعني انت شايف إنجازك إزاي نحب دائما أسأل السؤال ده لنجومنا شايف مديليتك وإنجازك إزاي في توكيو 2020 انت شايف إزاي شايف والله إن يعني هو مش إنجاز يوم أو يعني أو مديليا جات في يوم هو ده إنجاز وتاعها في سنين مش ليا لوحدي يعني ده إنجازي أو حلمي وحلمي ناس كتير أهلي وصحابي مدربيني يمكن مصر كلها فحاسس إنه هو مش بس يمكن الناس شافت يوم اللعب أو يوم المديليا والفرحة بتاعتهم اللعب بس في سنين وتعب طويل الحمد لله رب العالمين ربنا بارك وفي الآخر المديليا دي ظهرت يعني أنا عايز أقول حرورتك إن أصلاً يعني من أسبوع فات التحدي أولي نزل التصنيف الأولمفي والحمد لله دي الوقت بقيت رقم ثلاثة يمكن ابتدت أرجع تاني للتصنيف العالي بعد لما كنت رقم واحد في العالم ثلاثة شهور 2017 ودي حاجة كويسة لأن مفروض أول ستة بيتأهلوا الأمبيات الجاية إن شاء الله في باريس إن شاء الله فإن أنا دلوقتي حافظ أنا دلوقتي رقم ثلاثة إن أنا حافظ على ده حاجة تديني دفعة إن شاء الله قرر الإنجاز في باريس واتقاهل إن شاء الله من تصنيف العالم يعني إن شاء الله أنا عجبني كلامك في حاجة إنت خدت الإنجاز وده برضو صفة الناجح تخدت الإنجاز اتكلمت عن الماضي وكلمت عن المستقبل كلمت عن الماضي إن الماداليا دي ماداليا بس وراها تعب كبير وطموح وأحلام وكسة هنقولها كلمت عن المستقبل إزاي أستفاد بيها قده وده الناجح كده دايما بياخد من الملفات عشان يبني عليه عن جاي اشتركوا في القناة